اخبار النادي الاهلي والاهلي قرر قيد اربع حراس مرمى في قائمة المبدئية لكاس العالم للاندية ادارة النادي الاهلي او جهاز الكرة باقي النادي الاهلي تلقى تأكدات على انه هناك مشاركات بشأن قيد اربع حراس مرمى القائمة المبدئية اللي حيتم ارسالها لها اللجنة المنظمة لكاس العالمين 3 يناير وبتضم 35 لعب والاهلي هيرسل قائمته النهائية يوم 24 يناير اللي جاي وبتضم 20 لعب و3 حراس مرمى فقط وسيتم قيد الربعي الشناوي علي لطفين مصطفى شبير وحمزة علاء دي من معلوماتنا يعني مع استبعاد حمزة علاء من القائمة النهائية اللي حتضم 23 يبقى القائمة الاولية هيبقى فيها 4 حراس مرمى اللي احنا ذكرناهم ويتم استبعاد حمزة علاء فيه كمان اتجاه الاستحاب القائمة بالكامل بما فيهم اللعيبة المرشحة للخروج من القائمة النهائية زي ما حصلت النسخة الماضية اللي شادت وجود وليد سليمان وحمزة علاء رغم قدهم او رغم عدم قدهم في القائمة المتعلقة بالنادي الاهلي ده في تفاصيل الاهلي واخبار النادي الاهلي خلينا اقول لك برضو كمان في موضوع الاصابات ان الاصابات العضلية بتجبر الاهلي على تحذير لعبيه الدوليين من التحامل على نفسهم كابتن سعد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي تواصل مع لعيبة الفريق اللي موجودة فيه المنتخب الاول وطلب منهم انهم يحافظوا على نفسهم حافظوا على سلامتهم ما يتحملوش على نفسهم لتجنب تعرضهم لاي اصابات خطيرة يعني لو مصاب ما تجزفش بنفسك وبالتالي تعيق وتوجودهم في مباراة السوبر الافريق امام الرجاء المغربي اللي هو يوم 22 ديسمبر ان شاء الله بإذن الله كابتن سعد عبدالحفيز اتكلم مع محمد الشناوي كابتن الفريق واتكلم مع حمدي فاتحي وطالبهم بالحفاظ على انفسهم بعد تعرضهم للاصابات العضلية وطلب من الثنائي نقل تحذيراته لجميع اللعيبة خاصة ان الفريق خسر جود ايمن اشرف بعد تعرضه لاصابة فيه الرباط الداخلي للرجبة بالاضافة الى اصابة افشا ايضا قبل تعافيه مؤخرا ده ما يتعلق باخبار وتفاصيل القلعة الحمراء النادي الاهلي